كبيرة يحملها الحضور المصري دائما في المناسبات الوطنية لدولة باكستان ويأتي العيد الوطني كواحد من أكثر الشواهد على ذلك لا سيما أن مصر تعد أول دولة في المنطقة العربية والإسلامية تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة عام 1948 العيد الوطني التاسع والسبعون شهد داخل سفارة باكستان في القاهرة تأكيدا جديدا على قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة وإسلام بعد اليوم هو اليوم الوطني لباكستان وفي هذه الذكرى المهمة نؤكد من داخل سفارتنا في القاهرة أن مصر وباكستان تجمعهما علاقات أخوة وصداقة ممتدة وهي في تطور مستمر وسوف تشهد مزيدا من الازدهار في المرحلة المقبلة في أكثر من مجال أحياء اليوم الوطني لباكستان شاركت فيه نخبة من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية بالإضافة إلى رجال الإعلام وأعضاء الجاليات الباكستانية في القاهرة المشاركون المصريون أكدوا من جانبهم على أن تطورا نوعيا في العلاقات بين البلدين سيكون في المرحلة المقبلة نظرا لكون البلدين من أهم المحطات الواقعة على طريق الحرير العلاقات السنائية بين كل من مصر وباكستان هي علاقات قوية ومتينة تستند إلى علاقات تاريخية قديمة وإلى علاقات ثقافية وصيقة المستقبل يحمل آفاق واسعة للتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي لأن كل من مصر وباكستان تمثلان أهم محطتين على طريق الحرير الذي تعمل الصين الآن على شقه في سلاس اتجاهات بحرية وبرية وعدد الدول الأعضاء فيه أكثر من خمسة وستين دولة الآن وتحتفل باكستان في الثالث والعشرين من مارس من كل عام بعيدها الوطنية حيث تم التوافق في هذا اليوم من عام الف وتسعمائة واربعين على إقامة جمهورية وإعلان أول دستور للبلاد مشاركة مصر شقيقتها باكستان الاحتفال بعيدها الوطنية تقليد تحرص عليه القاهرة كل عام تقديرا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الكبيرين محمد العارف النيل